بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبتي المؤمنين الكرام وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم بهذا المصاب الجلل مصابنا بمولانا وسيدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه لازمنا أحبتي في حديثنا بين السائل والمجيب والجواب على الأسئلة التي تطرح أو ربما تطرح على القضية الحسينية ونصل في هذه الحلقة ونحن باستدراج خروج الإمام الحسين أن نسأل سؤال لماذا الإمام صرح بقتله حينما خرج في أثناء الطريق وكان معه جمع غفير ويمكن للإمام أن يستغل هؤلاء ويجعلهم تحت بطانتي وفي جيشه ويستفيد من هذه القوة والمقاومة لجيش الشام وكما أسلفت أحبت أن أجورتنا من باب التحليل الواقع للإجابة على هذا السؤال يقف الإمام وجموع كثيرة معه يقول كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربل هؤلاء الذين خرجوا مع الإمام كانوا يعتقدون بأن الإمام سوف يملك يعني يكون على سدة الحكوم ويحصلون من الغنائم ما يحصلون منه يعني لم تكن نياتهم صادقة تماما فالإمام يريد أن يغربل يريد أن يكون جيشا نوعيا لا جيشا كميا نواقع فوقف وقال وقال هذه المقولة لأن القضية سوف كما سيمر علينا أن في هذا الظرف يحتاج إلى نوع إلى عقيدة وكما أسلفنا أن هؤلاء الذين بايعوا مسلم ابن عقيل قرابة الثمانية عشر ألف ماذا حصل بأول تهديد من ابن زياد وإغراء بالمال كلهم تنحوا عن مسلم الزوجة أخرج الزوجة الأب أخرج ولده الأخ أخرج أخاه وهكذا الإبن أباه وهكذا فتفرقوا عن مسلم ولم يبقى معه أحد ولم يجد أحدا يدله حتى على الطريق فالإمام يريد أن يغربل يريد نوع لأنه في تلك الظروف الصعبة تحتاج إلى إنسان عقائدي إلى إنسان صلب إلى إيمان قوي لا يتزعزع بأي حادثة تحدث له لذلك بعد أن قال تلك المقولة تفرق الناس عنه بقيت هذه الثلة يريد نوع ماذا قال؟ قال الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يتخذ من الدين مغنم وأن ما أكو لقمة دسمة يذهب خلفها والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانون هنا التمحيص بالبلاء حينما يبتل إنسان يعرف معدنه وسوف نرى أي معدن لأصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه لذلك أحبتي العبودية للدنيا لابد أن نتخلص منها لا نكون عبيدا للدنيا إنما نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى إذا أصبحنا عبيدا للدنيا سوف ننزلق في مهاوي هذه الدنيا وشهواتها وزبرجها وزخرفها لابد أن نتحصن بتحصين كامل وأن لا ننغري بمباهج هذه الدنيا ولا تستعبدنا إذا استعبدتنا سوف ننزلق إلى الهاوية لابد أن نستقل عن هذه الدنيا ونتنزه عن عبوديتنا لها لذلك أحدى مقولات الإمام الحسين بحق الحر ماذا قال له أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخر يعني الحر تحرر كان قائدا كان شيخ عشيرة وكله مال وجاه وسطوة ولكن تحرر منها وقال له أنت حر كما سمتك أمك حر في الدنيا وسعيد في الآخر إذن نتعلم من الحركة فنتحرر من أبوديتنا للدنيا ونكون عبيدا لله إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أراده نوعا وهذا العدد القليل لكن أيونه إن كان من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وللحديث بقية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر